يعني مكملين نحن بفقراتنا ومحطتنا التالية عم تحكي عن عالم الطفولة رح نسلط فيها على الضوء على إنجازاتها ومشاريع وزارتها التربية من خلال العام السابق شو محضريننا أيضا بهذا العام دائما أول عام وأول جمعة من العام دائما نحكي عن مشاريعنا وأهدافنا للعام الجديد طبعا هذا الشي والموضوع اللي نحن نحكي عنه اليوم بخص مرحلة رياض الأطفال ورح نحكي بشكل موسع عن هالمرحلة طبيعتها المناهج الدراسية مع الآن سهب سيسيني الموجهة الأولى لرياض الأطفال بوزارة التربية سيد صباحك أهلا وسهلا فيك بداية يعني كل شي بسنة جديدة هيك بيكون هيك شي جديد شي عم بتحضروله وخاصة بما يخص هيدا المراحل الحساسة يعني رياض الأطفال أو مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة كتير دقيقة وكتير لازم يكون فيها خلينا نقول هيك مثل دقة ويدير باله الواحد عليها نحكي عن أهم المحطات اللي كانت وهلأ شو عم بتحضروا أيضا هلأ بداية يعني وزارة التربية أخذت على عاطقة أهمية مرحلة رياض الأطفال السبب باهتمام وزارة التربية طبعا كلنا بنعرف وعم تزيد ثقافتنا بالمجتمع حول هاي المرحلة المرحلة الحساسة والمهمة طفولة المبكرة عامة مرحلة رياض الأطفال طفولة مبكرة من صفر لثمان سنوات مرحلة جانيلية لثمان سنوات صف الثاني وعند مرحلة رياض الأطفال هي من ثلاثة لست سنوات من سبب أهمية لأنه هي أساسية جدا بتكوين شخصية الطفل بالمستقبل يعني أنا ممكن أتنبأ بشخصية الطفل من خلال الملامح الأساسية اللي بتنرسم بهذه المرحلة وكمان بهذه المرحلة هي البنية الأساسية لقدراته وميوله وإمكانياته بسبب هذه الأهمية اللي أجمع عليها علماء التربية والاجتماع وعلماء النفس فعم دائما عم نشتغل على هذه المرحلة اللي حتى تكون طليق بأهميتها خلينا بس لأحكي عن ناحية كتير مهمة من ناحية العلمية بأهمية مرحلة رياض الأطفال أن الوصلات العصبية بعمر السنتين بيكون عدد الوصلات العصبية بعمر الراشد لما بيدخل الروضة الطفل بتصير عدد الوصلات ضعفين عدد الوصلات العصبية بعمر الراشد وهون بتكون سريعة هي الوصلات العصبية فأي خبرات وأنشطة تقدم للطفل بهذه المرحلة ممكن تساعد بتفتح قدراته وإمكانياته أو العكس من هون بتجي أهمية مرحلة رياض الأطفال واهتمام وزارة التربية برياض الأطفال من كل النواحي نحكي نحن موضوع المناهج فوزارة التربية قامت بتأليف مناهج رياض الأطفال طبعا هي أدلة موجهة للطفل في أول وثانية وثالثة ست أدلة لفصل أول وثاني مع كراس للطفل بالأدلة نحن نقدم للطفل طريقة تقديم الأنشطة والخبرات للمربية لأن المربية معنية بتقديمها هي الأنشطة وتهيئة المناخ التربوي والآمن المناسب لتقديم الأنشطة تم تأليف مناهج رياض الأطفال والتعميمة على الرياض العامة والخاصة طبعا تضمن يعني منهج واحد بالرياض الخاصة والعامة مثل ما حكيتي وخاصة فيها مياه للمنهاج بهذه السن مخ الطفل بيكون نظيفه بلوقته بسرعة بيقوله وله يتحضر للمرحلة التعليم الأساسي يكون عنده أساسيات ما أنه يفوت بس لعب يعني أنه تفريغ طاقة لاحي يكون فيه تعلم كمان تمام هلأ كل الدراسات أجمعت كمان الأطفال يتلقوا تعلم مبكر مرحلة رياض الأطفال كانت تحصيرهم دراسي بسنوات اللاحقة بالتعلم أفضل بكثير مقارنة بغير أطفال كمان الأطفال بيدخلوا الروضة بملاحظ أنه عدة دراسات أكدت أنه بيكونوا ناجحين أكتر عندهم ثقة بنفسهم قادرين على تحمل المسئولية نحن هم معنيين كمجتمع كوزار التربية كأعلام بأنه دائما نضوع ثقافة مرحلة رياض الأطفال وأنه نعزز هذه الثقافة طبعا بمنهج رياض الأطفال تم تناول أو التركيز على مناهج نظريات تربوية معينة هي مستوحات من ما قدموا العلماء والباحثين بالتربية مثل منهج اللعب التعلم الذاتي الاستكشاف عندي منهج وانتي سوري طبعا بتركيز أنا الطفل أنه يكون فاعل بالنشاط صحيح ويمكن كان لوزارة التربية بالسنوات السابقة خلين أن أرسوها أيضا مشاريع منها أيضا استعدوا للالتحاق بالمدرسة أيضا كان في مشروع المنصة التربوية في مركز تطوير المناهج يمكن نحكي عنها بشكل أكثر شو رأيك فيها؟ صحيح مشروع استعدوا قام بالتعاون بين وزارة التربية ونظمة اليونسيف تم افتتاح العام الماضي 167 شعبة صفية بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي طبعا الهدف تهيئة الأطفال بالأساسيات وتهيئتهم للصف الأول من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة يتفتح إمكانياتهم وإبداعهم بالصف الأول طبعا تم انتقاء الشعب الصفية بعد معينة على أرض الواقع وبيان إمكانية افتتاح الشعب من حيث تكون مناسبة يعني بحاجة لصيانة بحاجة تهيئتة التي تكون متناسبة مع خصائص طفل مع هذه المرحلة ومع طبيعة مرحلة رياض الأطفال فتم افتتاح الشعب وتم التحاق 4506 طفل بهي الشعب الصفية وطبعا تم توزيع المنهاج اللي هو الفئة الثالثة نحنا بنحكي عن الفئة الثالثة اللي تم افتتاحها بمدارس الحلقة الأولى توزيع المنهاج وأنشط الخبرات بعد تدريب المربيات على هذه المناهج وكيفية التعامل مع الطفل ونحن إن شاء الله متكملين ومتوسعين بهذه التجربة بعد دراسة الواقع وإمكانيات افتتاح الشعب الصفية لحتى نحن نهيئ التعلم المبكر لأكبر عدد والرعاية الممكنة لأطفالنا أكيد الخطاة لهذا العام وخاصة مثل ما بنعرف هذا العام هو عام إعادة الإعمار إعادة كل شيء خرج عن الخدمة بمناطق متعددة ومثل ما بنعرف أنه في أطفال يمكن الولده بهي الأزمة فكتير مهمة توجهه لهم أيضا عبر رواد الأطفال بهذه المناطق في خطات معينة لهذا الشيء نحكي عن منصة التربوية للتعلم مبكر أطلقت المنصة من العام بعد 2018 وهي مكاملة إن شاء الله في 2019 في مركز تطوير المناهج التربوية المنصة موجهة لكل المعنيين بتربية الطفل من مربيات من إدارين من تربويين وخصائيين أكاديميين وأهل طبعا الهدف من المنصة هو تبادل خبرات وتفاعل يتم المنصة بث مباشر لأنشط خبرات منهج رياض الأطفال بتتابع المربيات بمشاركة الرياض العامة والخاصة بسوريا يتم هذا البث المباشر وتم التفاعل وجلسات مناقشة أيضا لتقويم الأداء والوقوف عن القاتل قوة المختار التي تحتاج لتطوير وطبعا نشرك أيضا الأهل ولا تقتصر الأنشطة التي تقدم بالمنصة بالبث المباشر على المنهج في عنا شيء إثرائي أيضا حتى الأم بالمنزل بتقدر تابع المنصة وتقدر تطبق هذه الأنشطة موجهة للمجتمع عامة صحيح يعني بعيدا نقول عن التفاصيل المناهج صحيح قديش أنتو ككادر تدريسي ككادر مؤهل أنه يكون عندكم مسؤولية قدي مسؤوليتكم عم تكبر يوم بعد يوم مع تطوير المناهج أيضا مع اختلاف الجيل وخلينا نقول نقطة مهمة كتير هي أطفال الحرب خلينا نقول حدي لازم يكون لهم شيء خاص فيهم قدي لازم تواكبوا هذا الشيء وتكونوا على قدر من المسؤولية نحكي شوي أكيد نحن هلأ بمرحلة كتير مهمة إعادة أعمار والطفل هو مورد بشري صحيح يعني بالمجمل بقدر ما أنت بتسامي برعايته والاهتمام المبكر بالطفل بقدر ما بيعطيني بالمستقبل ناتج هون عنا مورد بشري نحن بنشتغل عليه بدنا نبني عقل ونبني شخصية متوازنة للمستقبل هون نحن دائما حريصين بأنه دائما نوصل هذا الشيء للمربيات والمعنيين بتربية الطفل ودائما بجلسات النقاش وكل الأنشطة منضمن فيها الشيء اللي بيساعد الطفل على الحصول على حاجاته النفسية ومنأكد دائما أنه بعض الأطفال في عندهم مشكلات سلوكية عندهم اضطرابات معينة كيف ممكن المربيات تاخد الدور مع الأهل بالتشارك لحتى نحن نتغلب هذه المشكلات على كافة الأصعدة فدائما نحن بالمنهج حتى بغض نظر دائما ننظر للطفل كشكيان متكامل بقلب وعائل وجسد ننظر للجانب الوجداني والانفعالي كيف ممكن نساعده أنه هو نميله يحس بالأمان العاطف وخاصة نحن نحن بمرحلة فقط الأمان بعض الأطفال عاشوا بالأزمة مننظر للعقل وننميله مهاراته وقدراته الذهنية لأنه كثير مهم كمان دمان دوما أنه نحن نعتبر الطفل هو ليس وعاء وإناء لا هو قادر على التعلم بذات ونتعلم منه ونعطيه فرصة لحتى يعبر عن إبداعه وابتكاره يعني نحاول تنمية كل جوانب شخصية الطفل وأخذ بعين الاعتبار بعض الاضطرابات والمشكلات التي بحاجة للتعديل أكيد خلينا نحكي لك كمان عن يمكن موضوع دمج الأطفال إن كانوا يعانون مشاكل صحية أو خلينا نحكي المعاقين أو أصحاب الهمام خلينا نقول أحلى مع الأطفال الأصحاء بنفس الرواد أو اللي عندنا المشاكل نفسية حتى هذا الدمج اللي عم نشوفه كنا في 2018 بالرواد العامة والخاصة هل كان لوزارة التربية يمكن جدول منظم لهي القصص لحالات معينة وتقصدت هذا الدمج لحتى يكون فيه يمكن حياة صحية لكل الطرفين أكيد معظم المنظمات تنادي بالدمج بس نحكي نحن في عنا حالات خاصة للدمج أكيد يعني دوماً بيكون فيه شروط معينة لحتى نحن نكون عن جد عم نساعد الطفل يعني تعدل حالته الخاصة ولكن بعض الحالات تحتاج إلى عناية خاصة هناك فيه شروط للدمج من قبل وزارة التربية وفيه رياض دامجة يعني يعني بيكون فيها غرفة المصادر اللي هي بتكون مهيئة فيه رياض خاصة ألون؟ يعني فيه بعض الرياض التي هي يعني دربت على الدمج والتوافق فيها الأدوات والإمكانيات اللي بتساعد الطفل على اندماج مع أقرانه يعني طبيعي هناك حالات تحسنت جداً يعني بعض الحالات التي هي ليست توصل لدرجة من ممكن التوحد أو إلى آخر هي حالات خاصة بإضطرابات سلوكية معينة أكيد دومي جيت وتم نجاح التجربة بجهود الأهل وجهود الإداريين والتربويين المعنين بالروضة أكيد نعم يعني بخطام حديثنا بدنا نشوف هيك شو تخطيطاتكم للألفين والتساطعش شو شغلات جديدة اللي حابين نضيفوها وشو شغلات حابين تتلافوها كانت ما في شي ما فيه أخطاء وخاصة يعني مثل تواحد يحب برنامج جباري بدي يكون عنده شغلات لا هي ما زبطت معنا بدنا نزبطها بالمرأة دائماً منرصد الصعوبات والمشكلات والعقبات اللي صادفتنا أثناء العمل نحن دوماً منحط الهدف وأحياناً منلاقي بعض العراقيل توصلنا للهدف طبعاً أكدنا على أهمية أنه تكون تقصى الخبرات والأنشطة بشكل سليم لكل أطفال من خلال الميدان بوزارة التربية من خلال مديرية التوجيه أيضاً تم إنجاز بطاقة تقييم أداء المربية هون الهدف أنه نحن كيف نوصل بالشكل الأمثل للطفل أيضاً تدريب أكثر للإشراف التربوي على رياض الأطفال الوقوف على نقاط اللي تحتاج إلى تطوير الاستمرار بالمنصة التربوية أيضاً إيصال ثقافة رياض الأطفال لجميع المعنيين ومحاولة أيضاً يعني البحث عن الكوادر القادرة على الإبداع والابتكار بمجال رياض الأطفال لحتى تم تفعيله بشكل أساسي وطبعاً ماضين بكل ما يحقق ويثري عالم الطفول إن شاء الله وطبعاً من أجل مصلحة طفلنا وخاصة طفلنا السوري اللي بيستاهل وبيستحق منا بكل أمكانياته العظيمة برغم كل الظروف نعم يعني نحنا بتمنع لكم التوفيق إن شاء الله وأنتو بين إيديكم أمانة كبيرة عم تحضروها وتهيئوها لتكون جيل المستقبل مثل ما بيقولوا فموفقين وإن شاء الله هيك كل المشاريع تبصر النور بهذا العام بنجاح شكراً لجهودكم وشكراً إليك شكراً إليك ويعطيكم ألف عافية شكراً إليك وإن شاء الله بتتمير جهودكم مثل ما قالت زينب شكراً إليك ودائما يكون لكم هيك مشاريع أيضاً بتوعنا بالأطفال اللي هنا نعنصر كتير مهم وبناء بسوريا